الآن الشغل الشاغل لمتابعين بطولة غرب أسيا للناشئين المقامة حالياً بعمان من سيواجه المنتخب اليمني للناشئين في نصف نهاء البطولة ومن سيواجه المنتخب العراقي في نصف نهاء البطولة السلام عليكم ورحمة الله بنتابع مع حضراتكم والأحداث الرياضية تتوالى بطولة غرب أسيا للناشئين أقل من 17 سنة المقامة حالياً في عمان بمشاركة 8 منتخبات النهاردة هنتكلم عن المجموعة الأولى اللي انتهت مبارياتها بشكل نهائي وانتهت جولتها السلاس على النحو الآتي في الجولة الأولى المنتخب اليمني استطاع أن يفوز على منتخب العراق 2 مقابل 1 المنتخب اليمني استحوز على الشوط الأول بالكامل وأحرز هدفين في أول 5 دقايق وكان ممكن يزيد الغلة التهدفية وقدر ينهي الشوط الأول 2 مقابل شيء ولكن المنتخب العراقي أحرز هدف في الشوط الثاني لينتهي ألقاء 2 مقابل 1 رحنا للمباراة التانية المنتخب العماني استطاع أنه يفوز على منتخب لبنان 1 مقابل شيء في الجولة التانية المنتخب اليمني بيقرر فوزه هذه المرة على منتخب عمان 1 مقابل شيء أما منتخب العراق بدوره فاز على منتخب لبنان بسلاسية نظيفة رحنا للجولة الثالثة والأخيرة والحاسمة اللي فاز فيها المنتخب اليمني أيضا على منتخب لبنان 2 مقابل شيء ويحقق السلاسية والعلامة الكاملة والفوز في 3 مباريات أما المنتخب العراقي اللي كان عنده مباراة في منتهى القوة مع منتخب عمان مباراة على التأهل للمركز في المركز التاني أو التأهل إلى نصف النهائي وبالفعل تقدم المنتخب العراقي بهدف مقابل شيء وكانت تتجه المباراة لفوز المنتخب العراقي ولكن استفاق المنتخب العماني في نهاية المباراة وأحرز هدف التعادل وكان قريب جدا من الفوز وعمل مباراة رائعة جدا خاصة في الشوت التاني ولكن انتهت المباراة بالتعادل الإجابي 1 مقابل 1 ليصبح الترتيب النهائي للمجموع الأولى بعد نهاية مباراة وجوالتها السلاس المنتخب اليمني في الصدارة 9 نقاط المنتخب العراقي في المركز التاني 4 نقاط المنتخب العماني في المركز التالت 4 نقاط والمنتخب اللبناني في المركز الأخير والرابع 0 من النقاط إذن المتأهل الأول كما تصدر للمجموع الأولى المنتخب اليمني للناشئين والمتأهل في المركز الثاني هو المنتخب العراقي للناشئين هتقول إزاي المنتخب العراقي عنده أربع نقاط والمنتخب العماني عنده أيضا أربع نقاط هقولك إن المنتخب العراقي أحرز خمسة أهداف واستقبل ثلاث أهداف يعني معاه فرق من الأهداف هدفين أما المنتخب العماني أحرز هدفين واستقبل هدفين يعني مفيش معاه فرق من الأهداف أو مفيش معاه أهداف بالنسبة لفرق الأهداف إذن يتأهل المنتخب العراقي بفارق الأهداف عن المنتخب العماني كمركز تاني عن المجموعة الأولى إن شاء الله مباريات نصف النهاية بالنسبة للمتأهلين من المجموعة الأولى المباريات هتكون يوم الاثنين يوم الاثنين 18 ديسمبر 18-12 أول مباراة متصدر المجموعة الأولى اللي هو منتخب اليمن للناشئين ضد التاني المجموعة التانية والمباراة الأخرى تاني المجموعة الأولى اللي هو منتخب العراق للناشئين ضد أول المجموعة الثانية من هنا نروح ونقول مبروك لمنتخب اليمن للناشئين ومبروك لمنتخب العراق للناشئين تأهلهم إلى نصف نهاية بطولة غرب أسيا وهرض لك لمنتخب عمان ومنتخب لبنان نتمنى لهم التوفيق في قادم المواعيد والمصابقات نروح من هنا للمجموعة التانية اللي بننتظرها جميعا وعايزين نعرف نتائج جولتها أو جولتها الأخيرة عايزة أقول لك في البداية أن المجموعة التانية اللي بتضم السعودية والإمارات والأردن وسوريا اتلعب فيها جولتين كابلتين السعودية في المباراة الأولى فازت على السوريا اتنين مقابل لاشئ وفي نفس الجولة الإمارات فازت على الأردن واحد مقابل لاشئ في الجولة التانية السعودية والأردن اتنين مقابل اتنين في المنتجة قوية لمنتخب السعودية بعدما كان متأخر أمام الأردن اتنين مقابل لشيء ولكن السعودية قدرت تتعادل اتنين مقابل اتنين وفي المباراة الأخيرة المنتخب السوري يخطف فوز أمام المنتخب الإماراتي واحد مقابل لشيء إذن ترتيب المجموعة الثانية قبل مباريات الجولة الثالثة والحاسمة السعودية في الصدارة أربع نقاط الإمارات في المركز الثاني ثلاث نقاط سوريا في المركز الثالث ثلاث نقاط والأردن في المركز الأخير نقطة واحدة السعودية يكفيها التعادل في الجولة الأخيرة ولكن كل المنتخبات الأخرى الإمارات والسوريا والأردن لازم يفوزوا في المباراة الأخيرة وبالتالي كل الأمال معلقة وكل الحظوظ معلقة حتى نهاية الجولة الأخيرة طيب قلتلنا كل حاجة الجولة الأخيرة هتكون امتى الجولة الأخيرة هتكون النهاردة اليوم السبت 16-12-2023 16 ديسمبر 2023 عندنا المباراة الأولى الأردن ضد السوريا الساعة 5 بتوقيت عمان والمباراة الثانية السعودية ضد الإمارات الساعة 8 بتوقيت العمان طيب هنشوف المباراة فين هنشوفها على قناة عمان الرياضية السعيدة اليمنية والس اس سي السعودية كل التوفيق لجميع المنتخبات المشاركة في هذه البطولة وتستمر تغطيطنا متبقي ساعات قليلة ونعرف من سيواجه اليمن في نصف النهاية ومن سيواجه العراق في نصف النهاية حتى نستمتع بمبارتين في منطق القوة ناشئين العراق واليمن ضد مين يطرى ضد السعودية ضد الإمارات ضد السوريا ضد الأردن اكتب لي رأيك وتوقعتك في التعليقات لا تنسى لايك للفيديو واشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته